صباح الخير او موسيقى الخير يا برج العقرب الكراءة المعرضة للعاطفة اندي اقول في الطاقة اللي عنها برج العرب انت تقريبا كده زعلان مع الشريك ممكن لو انت شايف كده حد مقدملك عموما يعني عرض ممكن يكون عرض حب جديد او عرض مصالحة ولكن انت زعلان قوي 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 وقعد تحت الشجرة وبتشكهمت الكبايات مش عارف انت تجلنت ولا ايه برج العرب برج العرب على فكرة برج يعني هو وضعيح لدعيته والقبر ولكن والله حساس جدا 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 وبيحب اوي اللي يحبه يعني المهم ان انت زعلان قوي ودكرت والله بيشوف انا برج العرب انه عني ده قوي ممكن مسك برأي برج فحد مقدملك عرض وانت مش شايفه اصلا ومش شايف حاجة عموما وعموما بتدوره على كباية فرضية هنا اه سوري كباية مش مبهودة وفي عرض تاني جايلك ولكن انت مش عايز تقريب برضو هنا نفس الكارت برضو حد مقدملك حاجة حد مقدملك ممكن يكون دي تقطق ودي تقط الشريك هو مقدملك عرض ممكن يكون عند حب بالزبط وفي عدالة في الموضوع عايز يعمل عدل في الموضوع او يرجع العلاقة مرة تانية ولكن انت تعبان قوي وبتقوله امشي بقى وكفاية بقى كفاية كده عمر اللي راح وعمل تسمع برضو ثمان عشور ومجيت على قرمت كتير بقى والحيلة العصاريات تشتعل طب مش عايز تشلك ايه عادة ده اممم انت مش هيلميه او يا برب العارب مش هيلمي انو الشكل كده عمل فيك حركة مش حلوة ممكن تكون اكتشافت ان فيه طرف ثالث في العلاقة ومش طرف ثالث ميكون فيه تلات سيوف كده ممكن تكون خيانة او مرضو مش خيانة بيكلم حد بيعرف بنات كده يعني بتعرف ولاد عشان تمشي على الشخصين يعني اكتشفت ان في حد بيكلم حد وخلاص طيب برج العقرب شريك مشاعره حلو قوي وبيحبك وشايفك انت السلميك بتاعه وشايفك انت اللي هتحقق له الحاجة الحلوة في حياته ومش شايف اي مشاكل في العلاقة اصلا هو نزال بيحمل ليك المشاعر الطيبة الجميلة واعتقد ان هو فعلا مقدمك عرض مصالحه لان انت قلبك مجروح قوي منه وبيقولك نتيجي بقى نرجع الملمة جريه بقى برج العرب وهو عارف ان انت عنيد عموما يعني ومتمثب برأيك بس هو مازال بيحمل ليك المشاعر لو كتتعامل محدة من البرج الاسد ممكن او برج مائي برضو زيك او هوائي مائي برضو جميع طيب انت بقى يا برج العقرب قلبك مجروح قوي 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 وندمان على العلاقة ككل وندمان بقى على اي حاجة حصلت يعني لو كنت محتاج منديل وديته منديل كده في يوم الايام انت ندمان على المنديل ده وبرج العرب اصلا الابراد انا امر في العرب انا يعني لو قلت راحت ازايك باندم باندم والله لك انت ازايك ديه سوابعي تعبت في الكتابة باندم عليك وبعده كتب ازاي كده انا ندمان فانت ندمان قوي وعندك حصر جديدة قوي من العلاقة وشايف ان هي علاقة فشلة وانت او لك ما خرقتش الا باي يعني لطبت بلح اليمن ولا يعني بالشنطة قويضا لما سألت لصحة يعني الكرتين مش شبه بعض خالص هو شايفك ان انت بتاعه لانه مقدم لك عرض تانا هو لما انت مسك بيك قوي يا برج العرض ده مش يسيبك اصلا ده راجع وتقريبا دي ناسة صدقة يعني مش بيهزر معك لانه هو اهو بص حتى الكروك جاء وربع ده اهو يعني ما ماخدش كرت رابع بس هي جات زيها اه عايز يعمل عدل هو تقيبا حاس انه هو بوز الدنيا في خناقة حصلت بينكو هالحاجه او او شاعر بانه فعلا 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 اه عمل حاجه غير انت اكتشفت ان هو بيكلم حد عليك او وصلك اخبار ان هو بيكلم حد عليك واسبت العلاقة وقلت له شكرا قوي على كده ومشيت فهو راجع بقى يقول لك لا انا ما تسبنيش والله انا من غيرك ولا سوى والكلام ده بقى كتير ده ودعاله وبس انت زعله منه قوي 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 ومتقلم منه قوي قوي لكن هو شايفك ان انت السلمي بيكلم ونفس الكوباية يعني نفس الكوباية لي لانه فعلا انت كنت بيديله حب جميل قوي قوي ومتديله مشاعر طيبة وهو كان بيديلك برده او ممكن يكون مش بيديلك لان انت مشيت مشيت وسيته بس هو شايف ان انت كنت تديره وكان بيديلك نفس الحاجة طب هو شايفك ازاي برج العرب هو شايفك ان انت شخص عنيد ومتمسك برأيك قوي ومتكدب كمان وهو شايفك كده بقى عشان ما تقولش حاجة بس هو صح يعني انت فعلا متمسك برأيك قوي وتقريبا عايز تبصل قدام وتسيبه وديت له ضهرة وبصص له قدام وسايبه خالص وخلص بقى لو انا مش عايز ميمة بحاجة وانا هستططر للواحدي وهبقى الواحدي وسيدني في حالي بقى ده بسرعة للي انت فعلا رفض العرض بتاعه رفض عرض المسالحة طيب انت شايفه ازاي انت شايفه لو بتتعمل مع مرجل ازب طبعا انت شايفه شخص اعتقد يا برج العرب هو شخص برضو برضو في صفة اللي عنده وشخص متحكم قوي ممكن يكون كان بيخنوقك في العلاقة وكان مسك عليك قوي وشخص بيحب يتحكم في القدام بالمعنى التاني يعني بيحب يتحكم قوي في الشخص اللي معاه متحكم قوي شايفه متحكم قوي 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 وممكن كمان تكون شايفه انه هو متبكش المشاعر اللي انت تستحقه يعني انت كنت بتديله مشاعر وهو كان بيديلك نص حاجة تديله مثلا اتكلمه مردين ثلاث مرات في اليوم لما تيجي انت تنتظر المكلمة منه ما يكلماش او انت اللي كنت تبدأ داي شايفه انه هو شخص متحكم وشخص بيقافل اوي 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 على نفسه مش قافل على نفسه يعني منعزل لا بيقافل اوي على حياتك انه هو ما يديش لحد مشاعر قافل على مشاعره اوي او متحكم فيك اوي 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 وفي حصره وندم دي ولكن هو ما يعني انا حاس انه هو مغيب او حاجة زي كده لانه يعني عارف انت لما تتفل معاد تقول له يمشي من هنا ايلا ومتجيش هنا تانى فيقالك لا انا والله ما اسيبك انا بحبك او برج العرب بيتحكي على نفسه برضو ساعات ويقول ايه يقول لا انا همشي من علاقه هاقولك بقى برج العرب هو عايز يعمل ايه هو راجع لو انتو بتتكلمه مع بعضه وما فيش فرق ولا حاجة واعتقد هو ما فيش فرق هو عمال يكلمك دلوقتي او هيكلمك وممكن يكون جيك تانى عرض يقدمه او ثلاث عرض كمان او بيزن عليك لانه زنان اوي زنان وما بيبقس على فتح شخص ما بيبقس كل ما هتجي تقول له انت جرحتاني وقطعت في قلبي وطعتم معاك قوي يروح مدافع عن نفسه وقلت له والله انا بحبك اهو استنى بس استنى بس انت راح فين خد بس ما قلت اهنا ده انا بحبك او انا غيور او انا متحكم او انا مش عايزك تكلمي حد غيري او او انا مش عايزك تكلم حد غيري وتعوى لكن انا بحبك. او انا بحبك عموما يا عشان لا دهود بانا تنزلش. يعني هو شخص بقي عليك قوي يا برج العرب قوي ومش ناوي لا. مش ناوي يمشي خاص. وشايفك انت الحاجة الحلوة اللي معي يعني. انت بقى ناوي علي ايه؟ انت ناوي توازن. ناوي توازن عموما. سواء لو كنت هترجع في العلاقة دي مرة تانية انت ناوي توازن بين عقلك وقلبك. لان الظاهر يا برج العرب ان انت اديته كتير قوي. قوي. و اديته اكتر ما هو داك. فلذلك ان جرحت وحسيت بعدم تقدير في العلاقة دي بالزبط كده. عشان كده انت عايز تعمل توازن. انت بدل ما كنت بتديله العشر كوبات مثلا. هتبدأ تديله مقابل كل كوباية. هو يا دالك انا هدي كوباية. هتكلمني. كلمتني النهاردة هكلمت. اهتمت بي هتم بيك. غير كده لا يا عام. انا اتعلمت الدرس. انا انجرحت منه خلاص. طيبا الوجع ده فوقك يا برج العرب. هتعمل توازن لو رجعت تاني بعد ما هو هدفع عن نفسي قولك لا والله انا بحبك ببتاعه وتعالى نرجع. فلو هترجع تعمل توازن في العلاقة تلك. و ناوي انت اللي تعمل توازن ده ناوي تقول له بقى. انا اشوف بقى هتخلني يا فوقك. لا طبعا يعني الخيانة متبقاش صادر الخيانة. ولكن هتناوي انت تعمل توازن تاني في العلاقة دي يا برج العرب. وتقول له زي ما انا بديك انا كمان هاخد ومش هسبت المرد. طيب هو شايف الاعلاقة ازاي. هو بصراحة يعني الاعلاقة حلوة. هو ظن انه هو خلاف عالحدات فعلا يعني بسيطة مش مش حدا صعبية. إلا لو كانت فرعي انت اكتشفت طرف ثالث في العلاقة. ولكن لو اكتشفت طرف ثالث فاعرف ان الطرف الثالث ده طرف وهمي بيتسالة دي. انا حاسة انه هو شخص زي ما قلتلك شخص متحكم وشايف نفسه شويا. ممكن يكون بيشتغل حاجة مثلا مشهورة على السوشال ميديا او مشهور نوعا ما. وشايف نفسه وبيحب الكلمة ناس كتير قوي. بس في الاخر انت 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 اللي في بالو عرفتها. يعني سواء بيكلم انت لو شفت انه بيكلم بنا تغيرك والحاجة بس انت برضو انت رقم واحد عنك. بو شايف العلاقة ازاي وشايفها علاقة جميلة قوي. وعلاقة فيها زكريات كتير. يظهر ان انتو فعلا بقلكم كتير فترة مع بعض. وفيها زكريات حلوة قوي. وكل ما بيبعد ما يقدرش يبعد. ما يقدرش يبعد عنك. لو برج اسد فهو مش هيقدر يبعد عنك. برج الاسد عموما لما بيحبه ما بيسيبش. فهو شايف ان هو ما يقدرش يبعد عنك. انت الشخص المناسب لي. الشخص اللي بيحسسه. بالضبط كدق الشخص اللي بيحسسه بان هو طفل. بيتعامل بطبيعته معك. بيحس بالحنان في العلاقة دي. انت كنت حنون عليه قوي يا برج العقب. وديته ومشاعر جميلة قوي قوي قوي. حسسته الاحساس ده. خلت العلاقة بالنسباله زي الجنة. مليانة كوبات فيها ورد. مش كوبات فاضية. دي فيها ورود. وفيها مشاعر. العلاقة دي مليانة مشاعر. عشان كده هو حسس بان انت. انت السلمي بتاعه. انت الطرف الحلو اللي فيه. عارف لما يقولك انت اجمل حاجة في حياتي. انت اجمل حاجة في حياتي. حتى لو هو مشهور. او بيشتغل كتير. او مشغول عنك فلا. انت رقم واحد يا بوجر العرب. ما تخافش. انت كمان شايف ان هو بداية حلوة. وان دي وانها علاقة مليانة حب. على فكرة علاقة فعلا مليانة حب. مليانة حب قوي. بس ممكن يكون فيه خليفات. فيه انت تقمصت منه بوجر العرب. فات منه موقف. عمل حاجة يعني وشي. اكيد بوجر العرب ما بيقلبش كده. ولكن انت شاف ان فيها حب كتير قوي. فيها مشاعر جميلة قوي. فانتو اللي اتنين مشاعركم متساوية. ولكن حصل سوء تفاهم مش اكتر. وتطريبا هتتجعل بعض ان شاء الله بإذن الله. او انت ناوي تعمل بتواسك. لو انت يا برج العرب. اللي مشيت وصبت العلاقة. لو انت اللي مشيت. او مكرر تمشي. ركز معي بقى. لو متكرر تمشي. ومكرر ترفض عرض المصالحة. وبتقوله لأ مش عايز ارجع تاني. النصيحة بتقولك انتظر يا برج العرب. خليك في العلاقة. ما تمشيش. لان الشخص ده بيحبك. قوي. وشايفك نصر تاني. وشايف ان العلاقة مليانة حاجاتي. يعني لو بازت هتبوز معه حاجات كتير قوي. لان هو بنى حياته عليك. ممكن تكون كنت بتساعده. بالنصيحة حتى. يعني يجي برضه شخص بيمسحه. فممكن تكون انت كنت تمسحه. ممكن يكون كان في ازمة في حياته وانت عدته منها. المهم ان هو شاعر معك بالمشاعر حلو قوي. فنصيحة بتقولك ما تمشيش. بس سمحت. ما تمشيش يا برج العرب. وانتظر. وهو هيتصلح. لو في حاجة مش عادبك في العلاقة هتتصلح. وما تخافش. وخش بقلب جامل. وبطل بقى تحكم نفسك. بطل تبقى عنيت. ومتمسك بالرأيك. بدون اي داعي. لانه اذا اشألت الدنيا. على مام برضه النصيحة حلو. هو بيحبك قوي على فترة. والنصيحة بتقولك لو سمحت. ما ترفوتش العقد. جالك بعض مصلح. وعلى فترة برضه ذكرت الخاطب. واخد واخد قراره على فترة. عايز يرجع. واسكنت بتتكلمه دلوقتي. اهد عليه. لانه هو عمال يدفع نفسه كتير قوي. تظهر بنكون شايد يقولك على فكرة. والله العظيم اعملت حاجة. والله لا والله لا. برج العرب اقولك بقى. مشكلته ايه برج العرب. جنات برج العرب بالتحديد. متملكة. ودي مش عيب. مش عيب. مش عيب. متملكين ده مش عيب. لكن تخنق اللي معها لا. لكن متملكين قوي. ويحبوا الشخص اللي معي بقى بتاعهم همومة بس. فممكن زي مرتلك. او زي مرتلك. يعني عموما انتو شايفين انه هو مهتم بحدات تانية. ويسايب كنته. ممتحنكوش كده. ده برج العرب بيحب الاهتمام قوي يعني. فبنشوف المفاصلين. ممكن غير طبعا الطاقة الاولانية خالص طاقة تانية. ولو شفتها شبع بخلاص. انما لو شفت ان النهاية مختلفة الشبشع في الشعر ده بيجي منين. مني يبقى مش بتاعها. لان الطاقة دي ممكن تبقى ناس ممتنين. يعني معتش عن بعض حاجة خالص خالص خالص. مفاصلين برج العرب. هشعر بقي حاليا. ويناوي الخطوة اللي ياخدها او عايز ايه منتين. هو حاليا مش هقول مستقر. ولكن هو شايف نفسه الايام دي. وبدأ يبص لنفسه. وبدأ ان هو يشتغل على نفسه شوية. خرج خرج بره السجن افكار. طيما بلتتعامل مع احد برج الجوزاء برج العرب. ممكن. اخد ورقة التانية. بص يا برج العرب هو حاليا خرج بره الهواجز اللي هو كان عاملها نفسه. اللي علاقة بازت طبعا. فهو بدأ دلوقتي حالا يتحرر من الهواجز اللي كان فيها. وبدأ يخرج بره الافكار السودوية اللي كان عايش فيها. سواء اللي هي الم الفراء. ولحظة الفراء نفسها. سواء يعني شديته مع بعض اي حاجة. وبدأ يشوف هيعمل ايه في حياته. سواء كان هيتم بشغل او يردع العلاقة مرة تانية. لان دا شخص مستقر. وفعلا هو بدأ فعلا فعلا بقى مستقر دلوقتي. يعني هو حرفين بقى مستقر. ومستقر في مشاعر على فترة. مشاعره مستقر دلوقتي وبدأ خرج من التورده. طيب هو ناوي على ايه؟ هو ناوي هو طبعا مجروح. بصوا دي يعني مرحلتين من مراحل وجع القلب عموما. فهو خرج طبعا من كده وهو في السابق كان بالمنظر ده. قاله مجروح منك جامد قوي. وتعبان قوي ممكن من غيرك. مش منك. ممكن تجد مع منتروش حاجة. هو اللي مش. فهو من غيرك تعبان. وناوي يجع تاني العلاقة لانه اكتشف ان انت سول ميت بتاعه. ممكن تكون تعملوا محد برج الجوزاء يعني. او مزان برج هوائي هو تاني. وهوائي برضو. مش عارف في ايه بس تمام. بدأ يكتشف ان انت سول ميت بتاعه. انت شخص الجميل اللي في حياته. وانت الحب الحقيقي. وهيرجع توازل العلاقة ده ان شاء الله بإذن الله تاني. ناوي يرجع التوازل للعلاقة تاني. او. ناوي ان هو. مشي بقولكم. استقر. هو مستقر ده 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 ما شعره. هيرجع العلاقة ده تاني. وهيشتغل عليها. وعايز يمشي بالعلاقة دي القدام. عايز يمشي بالعلاقة دي القدام. هو حاليا. حاليا دلوقتي. مستقر جدا في ما شعره. وبعد طبعا ما كده. يعني مش مش مستقر. طبعا هي بنزع على قوي لما نعرف ان اللي بيدي عنينه مستقر. لكن قبل ما كان مستقر كان ايه كان كده. افرحوا بقى. ممكن يكون ازانة يعني. ازا الشخص ازا برج العرب. فهو ما تخافش هو كان كده. وعايز يرجع. ولو بتعاملوا محدة برج الجرزاء زي ما قلت لكم. او برج الميزان. او برج تراجو. فهو يرجع. لانه كشف ان انتو السلمات بتاعه. وهيمشي بالعلاقة دي القدام. نشاء الله رإزن الله. مش حاجة وحشة. طيب العزاء بقى اللي هو مفيش حد في حياتهم. او بقى لهم فترة طويلة او مرتبطوش. لان العزاء دول بيبقوا مش هونفصلية. حتى لو كانوا فصلوا. بقى لهم فترة طويلة او مرتبطوش. فلنقسم الورق الاول عشان العزاء بدول حبايبي. عزالنا بدول العرب. جاي الفترة. ممكن يكون الشخص ده هيزر في شهر التمانية مجي سبع يعني. جاي المساعد ممكن يكون بغير رأيه. عمدي يجي يطفن يبقى لقى 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 لقى. مذهل الخراءة. بصي البرج الاعراق. الشخص اللي جاي في حياتك هو شخص من برج مائي زيت. وممكن يكون برضو برج الأسد برضو أو برج تراب الشخص اللي جاي في حياتك ده هو شخص ممكن يكون شخص قديم برضو أو شخص من الماضي برضو ممكن ما يكونش كان فيه علاقة أصلا ما بينه ولكن هو يحمل مشاعر خياضة قوي 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 يعني وممكن يكون الشخص اللي من الماضي ده مشاعره كانت متزبزبة في الماضي يعني كان بيخش في حياتك ويخرج تاني بسرعة يعني يتكلم شهر ويغيب تلاتة شهر ستة شهر فما كنتش عارفه وعايز منك ايه وبعد كده مشي تماما ومرجحش تاني فهو راجع تاني وممكن يكون شخص جديد بقى شخص يعني شخص حبوب جدا وبيحمل مشاعر طيبة لك ويعتبر السلميت بتاعك او شبهك لان ممكن يكون شبهك مش السلميت بتاعك شبهك بس مش اكتر ومشاعره ايه هو مشاعره مندفعة جدا عليك وعايزك وعايز يقفل عليك الشابتر زي ما بيقوله جدا عايز يقفل عليك الشابتر من حياته عايز يقفل عليك وعايز استكرار معك انت وهو شخص جديد خالص فهو مختارك انت مختارك انت وعايزك ممكن تكون كانت علاقة ثلاثية وهترصى عليك متول اتنين بس بشكلها كانت علاقة ثلاثية فعلا بشكلها كانت علاقة ثلاثية فعلا زي ما قلت لكم حد قديم بقاله فترة كديرة قوي ما تتكلمش معاكم وكانت علاقة ثلاثية وانت سبت ومشيت او بقى حصل فراء وخلص حصل الفراء وانت بعدت عنه ولكن القدر رجعت تاني دي عجلة الحظ القدر اللات في لفته ورجعه تاني وهو شخص طيب على فكرة مش وحش واخترك انت وديلك باقصى سرعة عنده بس خلي بالك ان المشاعر بتاعته مش مستقرة خلي بالك يعني يعني مش مستقرة بيفقد كتير قوي 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 والان من الخطوة اللي هو هياخده دي مشاعره الان بس هو عايز يجي وعايز يستقر عليك ويقفل زي ما قلت لك عبا يقفل الشابتر عليك انت شابتر من حياته عليك انت ويقفل الماضي اللي حصل لانها زي ما قلت لك ممكن تكون كت علاقة ثلاثية وحبك انت وشايفك انت الشخص اللي تنفع في البيت دا سيت كبير ازا في القراءة التانية بتظهر يعني يعني حصل اشتياء بمعنى اصح وهو على فكرة اتخزل من الشخص التالت والشخص التالت سابه لو علاقة ثلاثية خلاص راحت وهيرجع لك انت لانه مش عارف يعيش من غيرها مش عارف اصلا كل ما ايجي ينام يفتكر الزكريات اللي فاتت لها فهو راجع تاني وعايز يتي فرصة للعلاقة دي مرة تانية دا طاقة ثلاثة خالص يا برج العرض عشان ناس اللي بتتفرق ما تقولش دي طاقة تانية ما تتعملها مع تلتا لا دا العزاب اللي بقلهم فترة طويلة او مرتبطوش او كانوا مرتبطين او كانت علاقة ما كانتش علاقة اصلا يعني يعني عارفين بعض ولكن لا حد تتكلم ولا حاجة ولكن انت اكتشفت ان فيه طاقة ثلاثة وسبت ومشيت فهو نهى الطرف الثالث ونهى خالص الموضوع دا وجايلك انت يفتح معاك البيت طيب نشوفك مشاعرك انت ايه تجاه العرض دا ان دا عرض عموما حتى لو كان عرض قديم فوع مشاعرك ايه يا ايه جات معاك مين جات معاك مين انت انت هتبقى فرحان قوي 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 بالموضوع دا هتنتصر هتحس ان انت انتصارت يا برج العرب هتحس ان انت انتصارت انتصارت بيه هو وتقريبا زي ما قلتلك هو سبك او انت سبته وزيلت قوي على الوقت اللي فاكت دي بس ما تقلقش هو بيفكر فيك وعايزك ومشعرك بتستقر والموضوع هيمشي للي انت عايزه وهيمشي القدام وهيمشي للي انت عايزه ان شاء الله بإذن الله يعني ان شاء الله الحمد لله انتهت على خير ابراج المئية هقول الحمد لله انتهت على خير انا فبرج العرب اتمنى تكون القراء عجبتك وبعيد تاني طاقة الاولانية غير الطاقة التانية غير الطاقة التالتة وانا بعملها ثلاثة كده عشان الطاقات ايه هي ممكن تكون القصة شبهت ولكن حدست مع حد تاني خاط عشان الاولانية لو راجع والتاني هنا ما بتفكرش اصلا والتالتة حد ليه علاقة يعني مختلف تماما او بيفكر ينتئم مثلا ولا حاجة فلا ملاش قدم علاق والناس اللي بتسأل لا هو ترابي ولا مائي ولا بلا بلا عندنا خرط الابراط شمسي طالع وقمر فممكن يكون الشمس التاعه الكود والقمري عقرب والطالع بتاعه او الصعيد بتاعه اسد فخلاص الدنيا يعني كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة